اشتركوا في القناة لم تشرع في حقه كيف لم تشرع في حقه هذه الست من شوال انما شرعت بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كما عند مسلم في الصحيح اذا هذه الايام الشرعت لمن لمن صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال اذا من لم يصم رمضان اما انه لم يصم رمضان كله للعذر او صام بعضه وبقي عليه بعضه فانه لا يقال انه صام رمضان لا يدخل في هذا الحديث واذا كان لا يدخل في هذا الحديث باي شيء يشرع له صيام الست ما عندنا الا هذا الحديث فنحن نقول هذا الذي ما اكمل صيام رمضان هل يدخل في نص الحديث الجواب لا ما دام انه لا يدخل في نص الحديث اذا لا يصوم الست من شوال فاذا اراد ان يصوم الست من شوال ماذا يفعل يبدأ بالقضاء حتى يصدق عليه انه صام رمضان ثم يصوم الست من شوال اللعنين 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 شكرا